اشتركوا في القناة 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 للأطف الزيتون يلي ما في أجمل منه تتجمعه حول تجد زيتون وتخبطه زيتونه وتلمه بس أيدي منه صناعة تقولي أنه صناعة فت بماس بروداكشن باكتبالش بالأربعمائة ألف متر أرض وطلوع تعتبري عم تشغلي زراعة زراعة لأن باكتشتري لها تركتورات باكتشتري لها كلها معادات كبيرة بس الحلو فيها أنه بتوفري بكل تركتور أربع تلاف شغل عامل يعني مثل هيدا المشروع إذا بدي أطفو على الإيد أو مثلا إذا بتطع على الكورة بعد ذلك هلأ يمكن ما خلصوا أطف الزيتون أنا 80 طون بثلاث ساعات بيكونوا صاروا بالكميون وصاروا بالمعصرة هون السؤال بالزراعة الحديثة والبديلة هيدا على كم متر كم أكتار هودا على سبعين ألف متر عم تحكي بين الشجرة والشجرة إذا ما شايفيه هدي اسم الزراعة الزيتون المكسف في سكر حيدانستي بين الشجرة والشجرة متر وخمسة وثلاثين بين الصف والصف ثلاث متر وخمسة وسبعين هيدا الأفانتاج تابعولها بكل شيء اسمه ري طاف شحالة بعدين إذا بتلاحظي الاتجاه تابعهم من تابع الصف من الشرق يعني بتطلع الشمس تضربه من عبكرة لعشية كلهم ضربتهم الشمس بدون مش واحدة بتغطي على الثاني يعني عرب ما يعلو بتضل الشمس تمره من الأست للقواس يعني دراسة جدا صحيحة نوع التربة النوع التربة فوقي لحنا تقريباً لبنان كلها تقريباً تشبه بعضه تشبه بعضه كتير منيحة للزيتون لأن في إلا دراسة للتربة كل التربة بلاك تخدع على المختبر تماماً نفوت فيها شغل كبير بس وعلي شايفينا غيبة بالصحراء بتحكو بيئة بدنا بيئة وبدنا نحول لبنان الأخضر وما حدا بيزرع شجرة بل شو بالزراعة زراعة هي كتير مهمة للبيئة هل الفرد بيقدر واحده أفراد يعملوا هال مشروع بيعلي كبيرة بحليكي كل واحد بيقدر بس يعطونا مصرياتنا من لبنوكي ما يدفع لشغيلة ما في شي في شي تناقض عندهم بهالقرارات أنا مثلا بدي جيب الأناني من إيطاليا لأنني عامل براند كتير مرتبة طيب بدي جيبها من إيطاليا تأرجع بي على لندن طيب يا أخيي ما في ما عم يحاولولي مصاريتها أبعد يا أخيي ما أنا هاوضي هاي صناعة والزراعة والصناعة تترجع تعمل تصدير طيب ما بيخلوك تجيبه بستة تلاف سبعة تلاف أورو تحت ترجع تصدري مثلا باربعين ألف أورو طيب يا أخيي لا ما هاي الحركة الاقتصادية ما أنتوا ضربتوني من تحت بقى إيش فيني كفة بدي أدفع للشغيلي كل جمعة من وين بدي أدفع لهم في أنا عائلتي بدي أتعيش بمليون ليرة بالجمعة عندك شغيلي بالبقاع وشغيلي ببرمانة وعندك عائلتك كيف أتعيش بمليون ليرة بالجمعة مع العمال اللي عم يشتغلوا معنا معك حق نسيلي مكتب الهندسة ونسيلي المهنسين طيب ما شو منها نتكل صح هالهاكي بيشتغلوا زراعة ولا ممكن بس هلأ الدولة بعتقد بدأوا يعطوا شوية تسهيلات ولا نتفي عم يعطوا الأرض ولا نتفي هكي سمعنا إذا رتجي بيكتع عملي تصوين تترد المعزة يجوا عليك بيطب عليك الدرك والاستقصى والتفتيش والمبعرف شو طيب كيف بيكتحمي مشروعك يا بيكتضلك اخنائها مع الجيران ومع الصياد ومع الكذا تقوصوا وبعض تيجروا يقولولك تاعفتحهم يا خي فيه شي اسمه نظرة السباقية فيه اسمه فيجن للبلد نحن ينقصنا الفيجن وعنا ينقصنا التوجه يعني أنا مثلا فوق إذا بديجيب المكانة اللي بطوطه في الزيتون حقها 270 ألف دولار طيب أنا لش ما بقعهم محاضرات فوق شجع العالم تزرع سوبر هاي دانستي حتى إذا جبنا مكانة الوحدي للمنطقة أنا بطوطه بثلاث ساعات 80 طون وبعدين شمعهم فيها كل السنة ما هيك إذا كل المنطقة زرعة يعني المزارع بتروح مصرياته كلها على نص الزيتون بروح الانتاجه على اللي أطلف وغير يلي بيكون الزارع والسويد والكماوي وكذا خلينا نرجع على الزيتون أدي عمره أول شي غابت الزيتون أنا هدي عمره 8 سنين صاروا 7 سنين 8 سنين وجبتهم شجر كبار يعني مزروعين أنا أخذت الأرض كانت صحرة إذا بنتشوفيها صحرة مثل كل سهل بقعي اللي قاح الأجرد وأخذت حدي بدي أزرع المنطقة كلها فوق أعملها حولها لويحة خضرة نعم وعملنا دراسة نحن كا صياضي بدنا نجيب طيور على البلد ما في عنا طيور إلا بنعمل زراعة الزيتون عملنا دراسة للزيتون وشفنا أنه زراعة بلبنان بميل وبالعالم بميل إلنا ليش ما منفوت نحن بحداسة بتطور ونشغل مثل ما عم بشغله بكاليفورنيا صغار إي جبنا الشجرة طولها 10 سنتين فبس جبناها جبنا فيها كزا نوعية بتثبط فور هيدا البدئ لك أي نوعية عم تستعمل هيدا الإسبانية الأربكين أربكوينة يعني الملكية طبعا الزيتون أوكي وهيدا تزدق تزرع مقزمة ما فيك تشغلي فيها على الشوبر هيدانسيتي جمالهم هاودي بس تزرعهم بهالطريقة دغري بتمرق المكناة بتقطفهم بتوفري عمال بتوفري وقت بتوفري كذا ما شيفي ماء كل الوقت يعني أساطر الماء دغري عليك بدوا ماء كتير هلأ بهيدا الشوب بهيدا الشوب هلأ تنحافز على الزهر وعلى الكزا عم مسقي 24x24 يعني مش عم اللحق مزوت مش عم اللحق الموتوريات بدون تصليح إذا بهالحرارة أربعين الحرارة نحنا بهمنا المنطقة فوق كتير حلوة شمسة كتير حلوة اللي بهمنا لك الزهر نحنا نجيبها صغيرة والأهضم من هيك ترجع إليك عنا أول ما زرعتهم فوق أمو علي المزارعين أنت عم تزرع زيتون هيدا لأبن إن ابنك ما بيقطف منها حبه يعني أنا بعرف إنه مش الزهر بيعطي فرجيتهم أنه بعد شهر إجوا شايفوها مليانة زهر وبعد آخر سنة أعطفنا زيتون حلو هلأ فيه بالزراعة بتجيكي مصائب توقعية مش كله هيدا إجينا ألكسا حرارة 18 تحت السفر لأول مرة بتضرب اللي بقي على جمعتين 18 تحت السفر حرقت الزيتون حرق يعني روحتلي شي 8000 شجرة 8000 شجرة ورجعنا زعرعنا بدلهم ورجعنا عيشنا يلي قدرنا نعايشه ورجعنا أنقذنا المشروع ومستسلمنا ورجعنا كتر خير الله قداش محصوله مثلا بتحمل الشجرة من أي عمر تبلش تحمل الزيتوني؟ من عمر سنة تبلش تحمل هيدا بس تبلش تنتيج بس ست سنين سبع سنين تبلش تاخذ إنتاج تقريبا قداش بتحمل؟ يعني الشجرة 11 كيلو هيدا هيدا الأبرج ليش عم نحكي بالمئة كيلو وثان كيلو ليش؟ لأن إحنا منحدد لها حجمة بس ليك كيف تبقى مدروزة نحنا ما منكبرها كتير ما هي بدقلك بتشحلوا يعني بتشحلوا كتير مننا؟ في ماشين كمان بتقطع بتقصة يمين بتقصة فوق بتحافظي على فوليوم واحد هيدا أهم شي في شغلة كتير مهمة بالسوبر هاي دانسيتي يلي عم توفر فيها العمال بدي يكون قلبك قوي يعني بعد 25 سنة إذا ما لقيوا ماشين تسكر من تحت ما هي بس تبرم المكانة بتطلقتهم من تحت الشجرة نشوف بالفيديو هلا مشو كيف تكون تعمل إذا ما اخترعوا للعنق الشجرة الأكبر بدي اختاري ترجع تقصي الشجر وطلعي منو عود واحد بعد 25 سنة أو 30 سنة يعني هون تكوني سرتي بالبيك بالإنتاج بترجعي نظمة انو بشيل صف بخلي صف هاي دي يعني ثلاث سوينة الشجرة عم تكون مقطوفة ثلاث سوينة على الحد و80 طون بيكونوا مقطوفين بثلاث ساعات نحنا هون الطون تضقف طون بدك خمسين شغيل على ثمانة ساعات تسع ساعات طفيا طفلك طون زي طون فهون الفجن المستقبلية للزراعة هو الآلات الحديثة بس بدك مسيحات وبدك توعية كل العالم تزرع بها الطريقة تنقدر نقطفهون بها الماشينر يتنستفيد من الماشينر وقال لن كنشتريناها وضبينها بالجرور حتى يطلع الموسم الثاني صحيان بستعملوها مرة بالسنة بوقت واحد وهلا الشي المهم بالزراعة بها الطريقة بس تقط في الزيتون بسرعة يعني لو ديس ديس قطفت الزيتون خلصت رجع خطيته مجال يطرد لسنت الجاي يعطي وقال لسنت الجاي يعطي يعني مثل هلا البعض لا بيقولوا في سنة بيعطي سنة لا بيكون اتأخرت بالقطف وطعبت الشجرة بقاش تحمل مطارة ديت لسنت الجاي يعني ماكسيما بأكتابر بدي يكون نحنا بأكتابر لديس ديس وبعدين القطف الزيتون ما بنتروه يصير أسود ويباليش يهر ويعطصر أكتر أول ما يلوح الزيتون بدك تقطفه تقطفه وذات النهار بدك تعصره ماش تنطر بعد جمعة وجمعتان ما بيفتحوا المعاصر ما بيتك تنطر تيفتحوا هون هلش عم نقلك بس كون عندك ماس بروتكشن بيفتحلك المعاصر اللي قليك صحيح ولازم هون الكمان المعاصر يعرفوا أنه عم ينتزع الزيتون ماش الكمية المهمة فرقة ما تبيعي تنكة الزيت بمئة دولار فرقة ما تبيعيها بسبعمائة دولار يعني بالما تاخد تنكة الزيت فيرجون فيرجون أسيدة دو أو إكسرا فيرجون تتصير بمئة وخمسين دولار زيرو لويت أسيدتي عم تفوتي بالألترا بريميوم إكسرا فيرجون أوليف أول لعله دغري بتقطفه بتعصر؟ لكل شي وصلت لأعلى مستوى بالذات تتوصل لها المرحلة في عندي كذا مرحلة بيتنتبهي لها وعم نخدها أورجانيك يعني من السويد بيتجي بسويد المعزة البقر عم نعونا إيه الأورجانيك أنه معقول يكون متعمينه علف أو كذا بيتامينات المعزة اللي أنا بيرعى صح هايز بيتشغلي شي طبيعي ميرجع بلش بالأدوية إذا فيه شي أمراض كتير موبيدات الأورجانيك الشركة الإيطالية أعطتنا حل كتير حلو كينية عند دواء دلغان تراب دلغان يلي بيطلع من الأرض هيدا بيرش عالشجر ما بتعود تعرف الحشرة إياها الحبة وإياها الورقة ومزهو ما بتعودت عقصدك إياها بالألترا بريميوم ممنوع يكون في عندك ولا حبة فايت عليها أكسجين معنى معقوصة هم لعنوا بيجي كتير عليها هيدا الدبانة مازبوط بهالطريقة بتلاقي الحبة نظرة ما فيها ولا جرح كمانة بس طقط فيها ما بيحطوها بهالبلاستيك اللي متعوج أو بالكيس داخلي عم تتجرح الحبة فات الأكسجين بقاش تاخدي ألترا بريميوم صرت عم تاخدي زيت أوكي بس فرجون أو فرجون أسيدويا هايلي مش للأكل الأكسرا فرجون اللي مفروض واحد يأكل يعني زرو ويت أسيداتي بتخلصي من القطف ما فيك تخليون جمعة جمعتين تأصيروا يحرزوا وتتخذيون على المعصرة باديك بذات النهار تتفق مع المعصرة وتروح تتعصليون بذات النهار ما تنترى تاني نهار هلا قطفت زيتهم مش تحطيهم بقالونات وطنترى كمانا ما بيسوع حطوا بقى زاز اذغرة هو الأكسجين أزع الشي كلهم بروحوا على المعصر الحجر، يخي فيه ناس بتحب معصر الحجر من نضد، بس تتاخدي ألترا بريميوم بد يكون ماشين جديدة، ما بتقطع الأكسجين فيها بتوصل ضغري بتفرز لكيها، بس يطلع الزيت بليك تحطيهم بتانك ستانلستيل، بخزانات ستانلستيل، ومش بس تحطيهم بخزان ستانلستيل وفوق مليان كله هوا في إلوه فلوتون، بيقطع الهوا ديراكت عنهم ممنوع يشوف الهوا الزيت، بس ما يشوف الهوا الزيت بيعيش، ولا الضو بيقولوا، ما بيقطع الضو، هاي ديك بتفوتي بالأول شي عم نحكي بعدنا بالتخزين أول بعد العصر، بكتحطيهم بهوا ستانلستيل، تترجع تعبي، بس تحطي بتانك زيت وتخديه على البيت، تنبستي بأول ما تلاقي شو طيبين هالزيتات ليش؟ لأن الأكسجين كتير قليل بقلبها، متى كبيتي شوية من التانكي صار فيه أكسجين بقلبها، تاني مرة راح تتطعمي، تالت المرة انتزعت الطعمي بعد أربع خمسة شهور، لا، صار يعني صارت الطعمي بطل، مزبوط، مش شوط لأول ما تتطعمي، يعني راح تلدع راح تلدع راح تلكزا، يعني راح تصحية راح تصحية الزيت كزا، ليش نحنا منفوت بأنانة، منفوت بأنانة بمئة ملي، مئتين وخمسين ملي وخمسمية ملي جرام، بسعمل دغري، ماكسيموم، يعني المئة ملي بتفضيها وخمسة، بتكوني أختي قطيب زيت بالعالم، بسفضيتيها وسعملتيها، كل الزيتون ممكن يكون هالقدة أكسترا؟ كل مهم، كل مهم، كل أنواع الزيتون؟ هلاني فيه طعمات، فيه فرق، فيه كذا، هل بقى بيفرق طعمي بين نوع زيتون؟ أكيد، 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 من السمع للأرض بتفرق. هلأ فيه زيتون هي بتطلع سودة حبتها، كله ببلش أخضر وبيسود؟ كله ببلش أخضر وبيسود، وطعمات فيه طعمات أنت بتنقيها، فيه طعمات مثل السورية عندك في لبنان، الزيت كتير طيب، كل تقريبا كل زيت إله خصائصه، بس إذا كي بك تحافظي علي، تحافظي له على اللدعة تبعوله، نحن القنينة اللي بتشوفيها صغيرة 100 ملي، كمانا ما في بيوقع فيه هون أكسجين، نحن ما منخلي أكسجين هون، يعني بكتعب بيع طول للعنق؟ نحط أزوت، لا، إذا تعب بيع العنق بتفقع القنينة على الضغط، نحط نحن أزوت، نيتروجين، هيدا الأزوت، بس تفضي فيه، بيطلع الأكسجين لبره، وبتسكريه، ساعة اللي بتفتح القنينة حتى لو بعد سنتين، كأنك هلأ عصر الزيت، بتحسي بطعمة الخضير طب عولة كأنه هلأ، يعني هيدا الشغلة كتير مهمة للأنينة، بعدين الأنينة بتكون سودة، غامقة، كما يفوت الضو، تحميها من الضو، ونحن هلأ زيادة لها الشغلة، عملنا لها كارتونة، سميكة، تتعزلها من الحرارة، يعني بتحطيها بالمطبخ، ساعة AC، ساعة فرن، ساعة كذا، كمانا تتعزلها عن الحرارة، تتحافظي على زيت بقلبه، يعني بالبيت كيف بدوا ينحفظ الزيت، بتجيب تنكة، نحن هكما عوّدين بلبنان، بكار بتشتري تنكة زيت، كيف أكتر شي ممكن تحفظها بأي طريقة؟ فيه خزينات ستانل ستيل، قد للتنكة، إلا حنافية منتحت، بس إلا فلوتان، يعني ممنوع يكون فيه أكسجين، بتفكي بتنفسي الشامبرير من فوق، بتفضي قدمة بدك زيت، بتعبي أنينة بتسكري، ستانل ستيل، وبترجع بتنفخي الشامبرير، بطل فيه أكسجين عم يضرب، بتضيك تاخلي أعلى مستوى زيت، لو جبت لأربع خمس جالونات هيكي بتضبيّن، إذا تخليهم بالجالونات، من لا تنسيت بالزيت اللي عم تاكلين، że mastery askedésinina يعني باتمألت، أنو عم تضغير الطعم، عم تضغير، في كتير محلات كلها موجودة يعني بطل أنه بيتعذبت أتلاقيها كل محلات الزراعة موجودين ونحن بهمنا تحافظي على الزيت لأن تحافظي على صحتك أكيدة وخصوصا على زيت الزيتون يعني فيه كتير منافع خلينا نرجع شوي دور وزارة الزراعة هل بتمتكن بمبيدات مثلا أنتوا كأفراد لأن هذا مشروع فردي يعتبر شخصي بيطلعوا مثلا بيعملوا كشف بيشوفوا أنه ممكن نساعدكم بالشي أم أم لا ما بدي وجعلك قلبك وقتها اجت أليكسا وحرقتلي تقريبا 11 ألف شجرة ويبا ستتلي 8000 شجرة طلعوا قالوا يا حرام شو صاير عندك وفقلوا هذا كل شي يعني مش طالب منه نشي بس ما بعرض بفين عمل شي تاني يعني بفين نقاوم الطبيعة كان فيه كانوا هني جيبوا شجرة كمان أربية كينا على أساس بدون يوزعوهم بيحمينا ما بعرف لش ما عدوا وزعوهم رجعنا طلبنا طلبية جديدة من بره واشترينيهم نحنا عحساب نرجع له لكن هلأ منسمعوا كله هلأ أنه في حملة لتحسين الزراعة والوضع بلبنان والسروي بالوضع الحالي هلأ بوضع كورونا كل واحد قاعد بالبيت مزروب أكيد يزرع حد بيته بس تتقليلي تحول المهندس المعماري لفلاح إذا ما عنده ماس فوداكشن ملاح ينتيش تتقليلي التاجي لأنه بعتقد أغلى بما تشتري إذا بريك تزرعي شغلي أورغانيك أنت قدام البيت بدون أدوية وكذا تطعمي أولادك هاي دي يعني أورغانيك يعني ما استعملنا ولا كماوي ولا مبيت نصف نص إنت والحشرات تقريباً يعني هاي ما ثبوت هاي دمعك حقية لحتى تخلي الولاد بيطلعوا بصحة جيدة أو بديك ترشي ساعة أشياء من السوق وخلصي هاي دمعك كمية حق فيها هاي دي موضوع الحشرات الكثير موجودة وخصوصها هلأ بالشوب كمان يمكن تطلع أكتر خير يرجع على الزيتون، الزيتون بيحب الماي؟ يسوى ينسقه؟ طبعاً مية بالمية لعنه في كتير بيقولوا إنه لأ الزيتون ما بيسقه مفي شي ما بيحب الماي والبرهان سنت الماضي اللي مصرق زيتونات ومطلالوا لا حبيت زيتون يجد الحرارة كتير عالي نحن هلأ بالبقاء بجدادة الفاكهة 24x24 ما عم نطفي الموتورات عم تسقق كل الوقت؟ 24x24 بترشون يعني من فوق نحافظ عرطوبة شوية ترطوبة لأن حرارة كتير بناشفة وتنحافظ شوية على الشجرات وقالله سيهر الزهر لأنه هلأ عايز الزهر يا بيصير فينا بسفنة الماضي بيحترق الزهر وبيهر كله فهون القوة تبعنا وبدنا نطلب شغلة ما عم نطلب شي نحنا مجاني من الدولة عم نطلب كهرباء توصل للمزارع بلا كهرباء عم نشغل على الموتورات يعني متما شفنا مناطق هونيكين بعتقد انه ما في كهرباء مضوح يعني نحنا مقدمين طلب من ست سنين سبع سنين مقدمين طلب بدنا متين كافيقة بدنا متين أمبير تريفازي طيب يا جماعة بدكن تزرعو نحنا خي ما بدنا يهباليش قدمون لكهرباء نحنا مندفع بس بدنا بدنا كهرباء عم حط مزوت بشكل مش طبيعي طيب هاي شغلة تاني شغلة بدنا مي اذا مش لقلي لغيرنا عندك عندك مناطق فوق اذا بتشوف السهول كلها فوق كلها قاحلة جرداء يعني كلها بتنزرع هايدي هايدي كلها زراعة هي املك خاصة املك خاصة بس انا قصة شغلة واحدة الماي الماي في عنا نحنا قدمنا حلول وقدمنا طروحات بس بده ديبتوماسية بالعمل بي هولندا كل سنة بيغيروا المراوح يلي بيهني بيبا وبيشيلوا ميت البحر وبيكبوها بالبحر بيشولوا تايوطوا تخلوا نسوة الملح واطي كل خمس سنين بيغيروا هاودي المراوح على الهواء وهي المراوحة بتشليك زي بقلك مئة متر بكعب بالساعة أو كذا نحنا ما بدنا تشلنا مئة متر بكعب نحنا هاودي بيقدمون تقدمي للشركات للدول النامية عم نقللوا نخي قدموا طلب جيبوا ركبوا بالبقاء عنا خزين العاصي تحتنا ركبوا منهم هاودي المراوح وقدموا للعالم مي بلاش وليك هاو المراوح بس يقول الهواء فوق ما بيهدى اي اكيد الهواء ما بيهدى شيلوا مي واقطوا للعالم بدكم بلا بلد أخضر بلا مي بعدنا كل ما حدا يدق بير ماي بيطبوا على الدرك والتفتيش والكذا ويخيال هادي ميت سورية يا جماعة نحنا بعيد عن سورية 40-50 كم ما بيصير هيدا نهر العاصي نهر العاصي ملك الدولة اللبنانية بيعنا بأراضينا اكيدا بيهدى من هون ما بيصير نحنا نحرق بلدنا بالاتفاقيات مثل اديمر بين الأسد والنعجة يعني نحنا في ماي بحقلنا نصق أراضينا تب ليش ممنوع يدقوا بيارا الفئ اتفاقيات نحنا وصورية يخيه عملوا عادة دراسة للاتفاقيات حسب القانون الدولة نحنا كمان بحقلنا نزرع بسورية عاملين 40 سد على سد العاصي نحنا سد واحد نهبونا فيه وفلوا ما عملوا السد كمان أخذوا المصريات وفلوا بلا السد يعني كيف يعطي كهرباء ومي بدي مي بدي مي هيدا بيترول لبنان كيف عم يسقوا سهل البقاء ما عم ينسقوا سهل بقاء الشمالي صحرا قاحل يا محلة السعودية يا جماعة طلعوا تفرجوا قبل ما يخلص وقتنا كيف تمت زراعة هود الزراعة الحديثة وقدك مساحات ما هيد الزراعة تعتبر زراعة هون كيف بتزرع كميات ميات ألوف الأمتار بتقطعي وبتزرعي لوحدك نحنا هون نفتقى نحنا نفتقى للأراضي كبيرة الزراعية هيدا شو عم يزرع هيدا بزرع زيتون هلا لكن السرعة كيف بزرعوها نحنا حطينا 40-50 شغيلة تزرعنا 11 ألف شجرة هن بثلاث شغيلة بها الطريقة زرعو بحدود 25 مليون شجرة هن القلت الحديثي هن هوده أهم الواحد اللي بدي يبلش يعمل مشروع زراعي يعني أهم الشي يكون محضر هالقلت ومتل ما قلت إذا جمعتوا كلكم مع بعضكن لأنه مت ما شفنا مساحة كتير كبيرة يعني بتصيرو تتقاصم والقلت المشكلة فوق بالعقارات كل العقار بعضو من أيام الأتراك مهمل يعني إذا بدي كبر عقار تحتي أو حدي أو كذا في 200-300-400 وريس وكذا يعني عندنا مشاكل عقارية كتير ضخمة وفروض إن عمل دراسة وعادة جدولة وتسريع بالأعمال لحصر القرس بلوس إذا بدك تمشي على القراريت طبعا القاع يعني الأراضي المهمة الزراعية هي أراضي القاع يلي بعدها قراريت يلي واحد ما بيعرف أرضه وين والبرهان أنه منا مزروعة بعدها كلها ممسوحة يعني هي مش ممسوحة عندي عقا عندي ألف متر ما بعرف وين إني هيدا سبب من الأسباب حتى العالم ما تزرع أراضيها كمانا لأن إذا بتعرفي أرضك تزرع أيا أكيدة مش أنه ناس حاطين مش ناس حاطين إيدنا عليها كمانا إن شاء الله خير إن شاء الله بدنا نتأمل خير يعني بعتقد صارختها كي صارخت كتير لبنانية مش بس بمناطق بكتير مناطق منظل نتأمل ومنقول إنه لازم يلتقى حال للكل نحنا عنا سئة كبيرة ببلدنا ورغم كل شي بقى ببلدنا وبدنا نزرع بلدنا وبدنا نحاولوا لأحلى بلد بالعالم رغمت عن كل يلي مش عايش بو يلي بد يرجعوا ردنا عجمال بدنا بلدنا أجمل بلد شكراً إليك نعم الله راد بهمة أشخاص مثل حضرتك وبإرادة هالقدة قوية نحنا أكيدين إنه رح نوصل إن شاء الله خير وشكراً لمشروعك عن جد الرائع وإن شاء الله بتتوسع أكتر وأكتر وبتقدر تحصل على كل اللي بدك شكراً إليك استشار بلو وجودك معنا مشاهدينا برايكم نكمل معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة